الثامنة بتوقيت القاهرة السادسة بتوقيت جرينتش موجز الأخبار من التلفزيون المصري أهلا بكم وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي بأن تمثل ساحة الشعب وحضائق الشعب بالعاصمة الإدارية الجديدة كافة الأطياف المختلفة للشعب المصري ولتعكس التاريخ العريق والأصيل للشعب المصري فضلا عن النجاحات والإنجازات التي يفخر بها الوطن كما وجه الرئيس خلال الاجتماع الذي عقده مع عدد من المسؤولين بإطلاق اسم البطل الأولمبية فريال عبدالعزيز على الكبر الجديد الذي يتقاطع أعلى الطريق الدائري على محور طه حسين بالتجمع الخامس مع قيام المسؤولين المعنيين بانتقاء عدد إضافي من المحاور والمواقع الجديدة لإطلاق أسماء أبطال مصر الأولمبيين عليها كما وجه الرئيس السيسي بإطلاق اسم اللواء عمر سليمان على الكبر الجديد بمحور جمال عبد الناصر المؤدي إلى التجمع الخامس وكذلك إطلاق اسم الفنان سمير غانم على الكبر الجديد على محور محمد نجيب بمنطقة شرق القاهرة وبالتنفيذ الفوري للمحور الجديد باسم المهندس حصابل الكفراوي جنوب محور المشير طنطاوي بمنطقة المعادي وجه رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي أعضاء الحكومة بتفعيل أوجه التعاون مع مجمع الإصدارات المؤمنة والذكية وتعظيم الاستفادة مما يمتلكها هذا الصرح الكبير من إمكانات هائلة جاء ذلك خلال الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء بمقره في مدينة العالمين الجديدة حيث شدد مدبولي على ضرورة قيام الوزراء بزيارة المجمع والتعرف على أوجه الاستفادة والتنصيق مع مسؤولي في هذا الشأن في سياق آخر وجه مدبولي التهنئة لأبطال مصر لحصولهم على المراكز المتقدمة في أولمبياد توكيو 2020 وإحرازهم لعدد من الميداليات مؤكدا أن ما حققوه من بطلات يعد إنجازا يدعو للفخر موجها بالإعداد الجيد للأولمبياد المقبل وتوفير المتطلبات اللازمة لأعداد المتسابقين واللعبين بشكل جيد أعربت مصر عن خالص تعزيها وصادق مواساتها لجمهورية مالي الشقيقة جراء الهجوم الذي أودى بحياته أكثر من خمسين شخصا وأصفر عن العديد من الجرحة متمنية سرعة الشفاء لكافة المصابين وفي بيان لها شددت وزارة الخارجية على تأكيد مصر حكومة وشعبا على وقوفها جنبا إلى جنب بجوار حكومة وشعب جمهورية مالي الشقيقة في هذا الظرف الأليم مشددة على تضامنها مع مالي في مواجهة كافة أشكال العنف والتطرف والإرهاب أكد الرئيس التونسي قاس سعيد أنه لا مجال للاحتكار والمضاربة في السلع مؤكدا أنه سيتم تصدي لكل من يحاول التحكم في قوت الشعب التونسي وتركه للجوع والعطش وخلال جولته التفقدية لمركزين لتبريد المنتجات الزراعية أكد سعيد أنه من غير المقبول أن تتحكم أعمال التوزيع في كميات المنتجات المعروضة في الأسواق محذرا من يريدون إشعال النيران في الغابات والأسعار مؤكدا أنهم سيحترقون بتلك النيران أعلنت وزارة الصحة عن خروج 112 متعافيا من فيروس كورونا من المستشفيات ليرتفع إجمالين المتعافين من الفيروس إلى 233.517 حالة وأعلنت الوزارة تسجيل 91 حالة إصابة جديدة وتسع حالات وفاة أعلنت منظمة الصحة العالمية أن عدد البلدان التي سجل فيها المتحور دلتا من فيروس كورونا ازداد خلال الأسبوع الماضي من 135 إلى 142 دولة وأشارت المنظمة إلى أن متحور ألف سجل في 185 دولة ومتحور بيتا في 136 دولة ومتحور جاما في 81 دولة وأوضحت أن عدد الإصابات بفايروس كورونا في العالم ارتفع الأسبوع الماضي بنسبة 4% حيث تم تسجيل أكثر من 4 ملايين ومائتي ألف إصابة جديدة بالفايروس نهاية منجزة ثمنا نعود لإستكمال باقي فقرات صباح خير يا مصر بعد الفاصل ترجمة نانسي قنقر